تفرد بالعدمة والبقاء والدوام المتنزه عن النقائس ومشابهة الأنام يرى ما في داخل العروق وبواطن الإظام يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام رب رحيم كثير الإنعام رب قدير شديد الانتقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء مقاما وأحسنهم كلاما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أيها المسلمون جرحت أفئلة المؤمنين وكلمت مشاعر الموحدين هناما قام كافر زنديق تافه بالسخرية من رب العالمين وبسيد المرسلين وبكتابه المبين لعنه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وهذا الاستهزاء ليست وليدة اليوم فقد سبقه سوابط كثيرة ولما رأى هؤلاء المجرمون هوان المسلمين وضعفهم تمادوا في غيهم لأنهم أمنوا الإقابة بل أمنوا حتى العتاب ومع كل هذا نعتقد جازما بقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إباد الله إباد الله نرى من هذه المعن أمورا ما يلي أن نعلم أن السخرية من الله ومن رسول الله ومن كتاب الله لا تديرهم لا في قليل ولا في كثير ولا في قبيل ولا في دبير يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إباد الله تبليغ دين الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الأجمعين فهذا أبلغ من تبليغ السهام في نهورهم الرد على المتلونين وأن نعلم علم اليقين أن خسومنا لا ينقمون منا إلا الإيمان فالمعركة ليست معركة سياسية ولا مالية إنما معركة الدين إما إسلام وكفر أو جاهلية أو إيمان عباد الله يقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وفي موضع آخر ودوا لو تكفرون كما كفروا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن اتطاعوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خيرا من ربكم ود كثير من أهل الكتاب في آيات كثيرة عباد الله فلنلتج إلى رب العرض والسماء اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنتقم منهم ومن أقرهم على شخريتهم اللهم اجعلهم لساخرين عبرة اللهم اجعلهم لساخرين عبرة وآية يا جبار يا قوي يا عزيز يا طهار اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم إنا نسكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز فإنك خير الماكرين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين وجال هذا البلد آمنا مطمئنا إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لجنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تنوبي علي وعلى أمي بنياي أكلم فيودي تاي وعلى أمي كورتاي أكلم فيودي تاي بنياي كورتاي ودماتكوي أباب بلو بدا بدا تنتبوالا فانتبوالا اشتركوا في القناة 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر